الإكس بوكس هالسنة دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه بامتلاكهم أفضل مؤتمر ألعاب وأسوأ مؤتمر ألعاب لأنه مبارح كانت رسمياً بداية معرض جيمس كوم مع مؤتمر الإكس بوكس اللي وعلى عكس تماماً من مؤتمرهم بـ E3 هذا كان واحد من أسوأ الأمور اللي ممكن تفتتح في معرض مثل هذا وبهذا الفيديو إن شاء الله رح نلقى مع بعض نظرة على الكارثة اللي صارت مبارح والفشل الزريع بالمؤتمر هذا وعادة أنا بعمل ملخص كامل ثم بالأخير بحكي عن شو عجبني وشو ما عجبني لكن هالمرة رح نمشي عن العروض اللي حضرناها واحد واحد وإحكي عنهم بحيث أن أقول لكم صورة ولو بسيطة من اللي عانينا منه مبارح أنا والمتابعين أثناء البث المباشر للمؤتمر اللي وبالمناسبة حضرناه سواء على تويتش فيعني لو حابين تشاركونا واتبعوا البثوث المميزة الريفيوزية هذا اسم قناتي طالع لكم الآن على تويتش وبتلاوه أيضا الرابط بالوصف ويلا نبدأ مع مؤتمر الأكس باكس اللي بستحي يسميه مؤتمر أصلا بلشناه مع Dying Light 2 نعم عزيز المتابع عرض جديد وشوية هيك كلام من المطورين عن المشروع وضخامة اللعبة عموما والأمور الجديدة الحماس لDying Light 2 واصل لأعلى مراحله ما رح أحكي أي شيء آخر هون لأني حكيت بفيديو منفصل كتير حلو كان الفيديو مليان تفاصيل رح حط لكم إياه أيضا بالوصف ثم انتقلنا لبداية الملل مع Microsoft Flight Simulator ويا إلهي يفوز الاستعراض هذا بأسوأ عرض ممكن لأحلى محتوى ممكن لأنه عرضوا شغلات كتير حلوية مثل التحديثات الشهرية القادمة واللي رح أضيف طيارات جديدة مثلا أو تفاصيل أكتر لدول مختلفة مثل ألمانيا والنمسا أيضا في طور جديد كليا فيه سباقات تخيلوا؟ يعني باعتقد هاي أول مرة بتاريخ السلسلي بتحتوي على هالكم من الأمور المسلية حتى تناسب الناس اللي ما عم تبحث عن محاكات الطيران بس بدون شغلات هيك يستمتعوا وينبسطوا فيها كلعبة بين قوسين لكن الاستعراض نفسه كان كارثي يا رجل جايبين المطور مشان يعد يحكي عن تاريخ الطيارة الجديدة ومين أبوه للطيارة اللي صممها وكيف محترمينه وحاطين تفاصيل أخي أنا شو دخلني بهالموضوع كله هذا بدل ما تستعرض للاقطات أكتر للطور الجديد مثلا أو تعطينا تفاصيل تهمني عم تحكي لي عن شغلات ما بتهم بس مشان تقرجينا قديش أنت مطور محترم وباللحظة اللي اعتقدنا فيها أنه جزئية الفلايت سيميليتر هي أسوأ شيء بالمؤتمر ايجتنا جزئية Age of Empires أوه ماي الله شو هالفشل هذا يا رجل من أول ما بلشت السيجمين تابعهم وهني مقضينا كلام فاضي بكلام أفضى وجايبين لقال وثائقي قصير عم يستعرض كيف حطينا تفاصيل واقعية مستوحام من القرن الثالث عشر الميلادي وأنا شو علاقة أهلي بالموضوع يعني فهمنا أن كن مطورين رهيبين ومهتمين بأدق التفاصيل ضروري تهتموا بهيك شغلات طبعا ويسعد لمساكه بس ليش عم تفرجوني هالشغلات بمؤتمر المفروض أنه مكرس لعروض الألعاب نفسها ياخي فرجينا تريلر عم يستعرض هالشغلات هاي داخل اللعبة وليس برا واللي خلى الموضوع مصخرة أكتر أنه وقت الأخيرا يجينا على اللحظة المنتظرة ويلا رح نشوف فيه التريلر قالك والله ما عنا تريلر اليوم تعالوا بكرة احضروه بمؤتمر جيف كيلي ايخ ربيتكن صعي انتو عم تسوقوا للعبتكن ولا لمؤتمر جيف كيلي لكن شوفها قد حضوركن هون لو أهم شغلي بدنا نشوفها رح تستعرضوه بمؤتمر تاني أنا استفدت ايه يعني من شوفة خلقتك طول هالوقت يعني بنهاية جزئية اللعبة اطلعت هيك وقلت شو صار؟ يعني شو الشي الجديد اللي طلعنا منه بالنهاية؟ لا شوفنا تريلر لا شوفنا معلومات جديدة عن اللعبة لا شوفنا استعراض تقنة معاين لك ما شوفنا أي شيء بس قال عم يفرجيك قديش نحنا دقوبين بعملنا وعم نساوي ريسيرتش وأنه اوف شايفين حركة المنجنيق هاي والأنيميشن تبعة معليه موازنين لك ياها يعني لا تفكر الموضوع هيه أخي صدقناك والله ما في داعة تثبت لي أصلا أنت لو كتبت تغريدي بس عن هالموضوع رح سدك يعني الموضوع ما بده كتير يعني إثباتات وبروف وعملت فيلم وسائقي وما بعرف شو لكن بعدين أخيرا انتقلنا لشغلة حلوة شوي عبارة عن مجموعة مكونة من عشر ألعاب مستقلة من نشر الهمبل جيمز كلهم قادمين للجيم باس والحلو مش عدد الألعاب بل جودتهم يعني مثلا في لعبة اسمة Midnight Fight Express شكله كتير حلو بصراحة في لعبة تانية اسمة Dodgeball Academia شكله أسطوري يا جماعة وفي كمان لعبة اسمة Flynn باعتقد أو شيء مثل هيك يعني بصراحة عرض كتير حلو أعطاني نظرة سريعة لمجموعة ألعاب بعمري ما سمعت عنها من قبل حمسني لثلاث منهم على الأقل فرجاني قيمة الجيم باس أكتر وأكتر وكل هذا بأقل من ديقتين يا سلام خيروا الكلامي ما قل ودل وخيروا للتريلراتي ما اختصر وحمس يشعد لمسا مين البطل اللي عملنا هالعرض الحلو هذا؟ خلوه يشرف على كل عروض المؤتمر الباقي ببوس إيد كون المهم العرض اللي بعده كان كشف أولي عن لعبة جديدة اسمها Into The Pet لعبة روغلايك ما حمستني بصراحة لا بمظهرها ولا بأسلوب لعبة لكن يحسب لن وبقوة إنه نختصره تخيل عزيز المتابع من قوة التمطيط بهالمؤتمر صرنا ننبسط لما نشوف عرض خفيف وسريع وعلى سيرة العروض الخفيفة والسريعة شفنا أيضا إعلان قدوم اللعبة السحابة لأجهزة الإكس بوكس أيضا بعد ما كان متوفر فقط على أجهزة الجوار رح ينزل بنهاية السنة الحالية لكل ملاك الإكس بوكس وون والسيريز اكس واس ومتأكد طبعا مش رح يتوفر عنها لكن فكرة اللعبة السحابة نفسها على الإكس بوكس كتير قوية خصوصا مع وجود الجيم باس يعني أنت ممكن تعجبك لعبة معينة بالجيم باس بس ما نك متأكد تحملها ولا لا خصوصا لو حجمها كتير كبير وما عندك مساحة كافة بكل بساطة يا معلم طق ستارت والعب على الكلاود بدون تحميل بدون وجع راس صح أنك رح تلعب على 10 ATP بس بتكفي حتى تختبر اللعبة يعني وتشوف لو عجبتك بتحملها على الجهاز ولو ما عجبتك انتهينا وصلى الله وبرك كتير مبسوط على قدوم السحابة للكونسل خصوصا مع شغلي كتير صائعة بتقول أنه الإكس بوكس وون رح يصير يقدر يشغل ألعاب السيريز الحصرية عبر السحابة عرفته شلون؟ يعني الجهاز نفسه أكيد طبعا ما بيتحمل يشغل الألعاب هاي بس لو عندك نت محترم وسريع رح تقدر تبث الألعاب هاي على جهازك مثل ستار فيلد مثلا رح تلعب على 1080p و60 فريم كحد أقصى ويسعد لمساقك بكفي عروض حلوة وممتعة نرجع الآن للطفش عزيز المتابع مع State of Decay 3 لا 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 صلع نبي يا برو لأنه اللعبة هاي يمكن حتى تطوير ما بلشوا فيها أصلا State of Decay 2 وعرض الإضافة اللي اسمها Homecoming Coming بواحد سبتمبر مع جزئية نقاشية أخرى لأمور مملي أخرى يا رجل حتى فانز State of Decay نفسهم إذا موجودين أصلا طفشوا ومشيوا ثم انتقلنا لإضافة Wasteland 3 والحديث مع مخرجة هاي الجزئية النقاشية الوحيدة اللي عجبتني المخرج كتير متحمس للعبته وعم يحكي عنه بشغف كتير كبير كل الكلام اللي عم يحكيه مدعوم بلقطات لعب مسجلة ومتنوعة من داخل اللعبة المعلومات اللي شاركنا إياها المطور تقريبا كلها مهمة عم يحكي لك عن الإضافة والشخصيات اللي ممكن نشوفها طريقة تصميم المراحل والجيم بلاي والأمور الجديدة اللي فيها والشغلات اللي رح نتفاعل معها ما قعد والله يحكي لك عن قديش عانينا بتطوير هالمرحلة أخي أنا مالي علاقة فيك ولا بتعبك ترى كل الناس بتتعب بأشغاله انتو مش أول ناس بتتعبو بتحسسون انه انتو أكتر ناس دقوبين بالعمل يخرب بيتكن المهم إضافة Cult of the Holy Detonation بتتوفر بخمسة أكتوبر القادم إن شاء الله بعدين كشفوا عن لعبة جديدة اسمها Stray Blade من الألعاب المتأثرة بالسولز عموما بشكله وفكرته قادم إن شاء الله بالـ 2022 أيضا ولأول مرة بتاريخ السلسلة رح تتوفر Crusader Kings على الكونسل لأكس بوكس وبلاي ستيشن بجزء الثالث لاحقا ثم عرضونا تريلر الإطلاق الرسمي للـ Psychonauts 2 متوفرة الآن على الإكس بوكس وبلاي ستيشن والبي سي مع مقابلة أخرى موملة وتافها مع المخرج وحدة تانية ما بعرف مين هي بس يعني ما بيمشي الحال نعمل مقابلة مع ذكر أمريكي أبيض لابد نجيب حدي معه يعني مشان يدعى منه الـ diversity المهم كل الكلام الفاضل اللي حكوه بالمقابلة سبق وذكرته بمراجعته بطريقة أحلى وأمتع وأقصر ومختصرة وممتعة وكل شيء أحسن كتير ممتعة المراجعة وصراحة وحتى اللعبة نفسها يا جماعة كتير قوية هي أعلى لعبة تقييماً لحد الآن بالـ 2021 ومرشح ناري لجائزة لعبة السنة ويسعد لمساكة جيف كيل اشتقنا لك يا أخي بعدين رحنا على اللعبة المنسية The Gunk وأخيراً عرض جديد وما بخفي لكم صراحة قديش عجبني كتير لذيذ العرض مظهر اللعبة كتير حلو الميكانيكيات نفسها كتير مميزة وحلوة الأفكار الموجودة هون لطيفة وخفيفة مع موعد إصدارها الرسمة بشهر ديسمبر بآخر السنة بعتقد رح تكون تجربة مسلية جداً بعد ما يكون طلع بلعنا من كثرة الألعاب التقيلة اللي لعبناها من قبل قادمة حصرياً للإكس باكس وطبعاً من أول يوم للجيم باس واختتاماً للحدث عرضو لنا جيم بلاي جديد من فورزا هورايزن 5 بفرجينا واحد من الإيفنتات اللي لطالة ما تميزت فيه الهورايزن وبسيناريوهاته المجنوني واللي بترفع الأدرينالين يا معلم وهالمرة بتريلر عن جد قوي يليق بمستوى الإيثري وعيب أصلاً إنه نحطوه بالحدث الغبي هذا بصراحة وعلى فكرة هذا العرض مأخوذ من Let's Go واللي هي عبارة عن حلقات مصغرة بيعملوها مطورين فورزا بيحكوا فيها عن شغلات متنوعة قادمة بلعبتهم فيعني حتى أحلى شي بها المؤتمر ما نو أصلي أساساً ومأخوذ من محتوى آخر نحنا ما منحتاج نجي لهون أصلاً حتى نشوفه وعلى سيرة الحاجة شو الشي اللي نحنا محتاجينه وطلعنا منه بنهاية هالمؤتمر يعني شو الشغلات الحلوة المميزة الجديدة ثلاث شغلات أربع شغلات هل بتحتاج مؤتمر كامل وحتى لو احتاجت مؤتمر ليش كل هالتمطيط المحتوى كله هون بيخلص بثلت ساعة ليش شطيته أهل أمه لساعة ونص ليش كل هالكلام واللعي اللي ما له أي فائدة مين اللي بده يتابع هيك شيء ومتحمس إذا المتابع العادي ما نو مهتم وعاشق اللعب ما نو مهتم وحتى المهتم فقد اهتمامه فلمين عاملين كل هالموضوع هذا لا أبو عبدو أبو حميد مشان يتفرجوا وينبسطوا وين ألعابكم القادمة ب2021 هيلو انفنيت مرحبا ترهاي أضخم عنوان بأضخم إطلاق لعبي بتاريخهم لو نسيته يعني حتى لو بدكن تستعرضوه بمؤتمر جيف كيلي يا أخي على الأقل عطوني هنت عطوني أمل عطوني بزقه عطوني بطيخن بسمر شو فائدت المؤتمر تبعك لو كل محتواك الحلو رح تعطيه لجيف كيلي يا أخي كام مرة قلنا إذا ما عندك محتوى لا تعمل مؤتمر ممكن البعض يجينا يقول يا عبد الله يعني شو متوقع من حدث هني بنفسهم قالوا لك لا تتوقع تشوف فيه شي جديد وأنا بقول لك تماما أنا ما بدي شي جديد أصلا بدي استعراض أفضل للأمور اللي عندكن بدل هالطريقة المنفرة والمملي اللي أثرت سلبا على كل العروض وخليت حتى الناس المهتمين تفقد الاهتمام بأحلى الإعلانات بدي استعراض لأمور أخرى قادمة بهاي السنة يخرب بيتكن يعني كل ما سألناكن عن موعد لعبي بتقولوا لي كامينغ 2021 أخي شو هال2021 عندكن يعني أنتو؟ غير اللي موجودي عنا واللي نحنا عايشين فيه لأنه اللي عنا بقيان شي ثلاثة شهور وبتخلص بس اللي عندكن شكل طويلي لدرجة أنه كل شي كامينغ 2021 بدون موعد أنا ماني عم قل لك فرجيني كونتراباند ولا ستارفيلد ولا الألعاب الكبيرة هاي عم قل لك فرجيني ألعابك الجاي هاي السنة كروس فاير اكس مثلا وينها؟ مع أساس جايب 2021؟ سكورن طيب في مجموعة ألعاب وحصريات إكس بوكس بتستحق ينحكي عنها ويتسلط علي الضو مثل The Artful Escape جاي الشهر الجاي شايفين يا جماعة أنا ماني عم بطلب ألعاب جديدي ماني عم بطلب E3 تاني ماني عم بطلب التريلرات أسطورية لألعاب يا أخي عم بطلب الأمور اللي أنتو قلتولي رح تستعرضوه يعني حتى وأنا داخل بدون حماس على المؤتمر وحتى حذرت المتابعين انتبه يا جماعة ترى ما رح تشوفه شي كبير أبدا ومع ذلك طلعنا متحبطين قلبي عليك ياللي كنت فايت ومتوقع تشوف عروض أسطورية في ناس فايتين متوقعين رح يشوفوا اش أقوى ألعاب للأسف الأكس بوكس فشلوا بتقديم شي يليق بهالمنصة أو الخدمة تبعن أو حتى ألعابن وستوديوهاتن على قد ما بدحتن سابقا حتى بمؤتمر الاكستندد اللي كان كتير حلو بصراحة ومليان معلومات مثيرة للاهتمام على قد ما بقولك إنه نأحبطوني مع هذا المؤتمر يلا عاد الشكوى لأله يعني بنستنى ونشوف أبو كيلي شو عنده اليوم بالمؤتمر شاركوني بمشاهدة البث وردة الفعل المباشرة مع بعض على تويتش وجودكن كتير بزيد قيمة البث خصوصا رح يكون طويل ساعتين يعني أكيد ممل فخلونا ندردش مع بعض ونحكي وناخد ونعطي على الأقل من نقطة للملل البتوقع اللي رح نشوفه هذا رابط قناتي بتويتش فينكم تتابعوا حتى لو ما عندك حساب حتى لو ما محمل التطبيق عندك وقت المؤتمر ادخل على القناة وبيطلع لك البث مباشرة وبتقدر تتفرج معنا لايك على الفيديو هذا لو عجبكم اشتركوا بالقناة وفعل جرس التنبيهات لحتى توصلكم لإشعارات أول بأول شكرا كبير لكم على المتابعة يا جماعة وعزرونا إذا كانت شوي طريقتي هيك فيها شوية غضب زايد عن اللزوم وكانت مزعجة شوي حقكن علي أعطيكم ألف عافية على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم